اكد سعادة المهندس عصان بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن مشروعات البنية التحتية في مملكة البحرين تحظى بدفعة قوية وتطور ملحوظ ذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا وأكدت الوزارة أنها تقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية ذات الطابع الخدمي بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق مملكة البحرين والتي تسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله